السكوتر والموتسكل لو تضعوا في بقارنة قدام بعض هده اختار ايه؟ طب ايهم افضل اصلا؟ طب ليه؟ ليه ده احسن من ده او ده احسن من ده؟ النهاردة نعمل بقارنة مهمة جدا عشان بتتسجيل فيها كتير اجيب موتسكل او سكوتر؟ نقول احمل فيهم طب ايه ابني عايز يتمشأ؟ اجيب له سكوتر او موتسكل؟ وليه بترشح ده او ده؟ قبل ما تتابع الفيديو لو حضرك لسا زي الجديد هتشترك في القناة واتفعل زر الجرس عشان يصلك مننا كل بديد ان شاء الله ومفيد وما تبتخلش علي الاعجاب كم تعليق تابع معنا فيديو اللعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم محمد سيد اظهر لان شاء الله هنقارن مقارنة سريعة ومفيدة جدا يمكن اول مرة حصل على اليوتيوب بين الموتسكل والسكوتر طبعا ده شكل وده شكل ده امكانيات واده امكانيات دصناعه دصنعه احن همockارن عمليا ما الذي دعه هذا ؟ انت من مين وطريقك ايه ده يمشي مكان ده و ده يمشي مكان ده ماخش أسمها ان ابن مثاطي المدينة يركب سكوتر ابن الأرياف يركب سكوتر اللي هيمشي في شغلة حريط يركب سكوتر اللي هيمشي في شغلة مش عرض ايه يركبي سكوتر لا احنا نقارن عن مقارنة عمليا جوهرية اولاجه القطع الغهر طيب قطع الغيار دي لها شوية أسباب شوية مقارنة قطع الغيار ايوهما أوفر المتوفر في السوق قطع غيار السكوتر ولا الموتسيكلة الموتسيكلة طبعا في الحالة دي الموتسيكلة هيكسب طبعا انا بدور على حالة قطع غيارهم يعني معلش شيء السكوتر او الموتسيكل المعدة اللي راكبها او العربية او اي حاجة معرض تتخبط في اي وقت او تاخد مني عطل في اي وقت طب انا ما هي تقول قطع غيار متوفر في اي مكان ما لفش ودوق عليها اذا الموتسيكلة هيكسب في دي طب اسعار قطع غيار الموتسيكلة او الاسكوتر الموتسيكلة برضه انا بتهيالي قطع غيار الموتسيكلة الصيني اوفر قطع غيار في اي مركبة تركب اي حاجة بمطور ببنزين هوا الموتسيكلة اذا برضه سعر قطع غيار هيزبط معي ما انا معلش ربش هزفتح بيت جمد بيتي انا غالبا اغلب اللي بشتري موتسيكلة او اسكوتر عشان اي يأكل علي عيش هيوصل الى اردلات هيشتغل بليفري هشتغلك هو لومة عيشه او هيوصل هيبقى بدل المواصلات او بدل العربية ما عليش برضه الموتسيكلة النهاردة افضل من العربية مئة مرة انا اللي يخليني حتى لو وزير انا اسف يعني لو انا وزير او رئيس جمهورية وهمش من مكان ل مكان في زحمة المنصورة او القاهرة او المدن الجديدة كلها انا اللي يخليني اركب عربية اركب عربية وقف على كوبي او وقف في اشارة مرور او وقف تمنى ليه تمنى بعد الموتسيكلة وفي ثانية بوصل طريق يعني المشوار بالموتسيكل العشر دا لا بالعربية يمكنه بقى نص ساعة ساعة حسب الطريق يوانا بحيطان قطع يربطوها بفرق وسعرها رخيصة ثم هنخش الصناعة نفسها طيب الصناعية بتاع الموتسيكل ولا السكوتر موجودين في اكتر اماكن في الجمهورية الموتسيكل برضو برضو لو احنا قلنا الموتسيكل يعني في كل بلد خمس صناعية في كل منطقة ثلاثة انبع صناعية في كل حارة اتنين صناعية او صناعية واحدة هتليه بيشتغل في الموتسيكلات دا اساسي الاسكوتر ما بين كل مية واحد اللي بعرف يتفنن في شغل الاسكوترات طب انا مش محتاج لما اجيب ايه اغب ادور على صناعية مختصة لها دا حاجة اتنين مش عايز ان انا اتبهدل في الصناتر في حاجات مثلا زي سلك فرمارات سلك تبرياش سلك نقل سلك بنزين الكلام دا كله انا عايز اشتغل انا بايدي عشان مثلا ممكن صناعية بيحتكر الموضوع فهياخد مني مبلغ كبير يبقى هو الافضل الموتسيكل يبقى عندي قطع غيار الصيانة نفسها طب ليه استخدام ايهما يأمن في الحالة دي انا ممكن اقول الا امن لسكوتر لان الاسكوتر حضرتك انت قاعد جوه المركبة نفسها جوه الاسكوتر رجلك قدام الكورسي فانت الاسكوتر محاوط جسم الانسان فلا قدر الله لو نمع لجنبه الاسكوتر هو اللي بتجرح الانسان سليم الموتسيكل لأ الموتسيكل انت اللي محاوط التنكي والموتسيكل برجلك الاتنين ولكن برضو نفس الموضوع ممكن نعمل يعني موضوع لحماية تمام؟ يوقف نفس الوقت هو الاسكوتر يمكن تعادل مع الموتسيكل في موضوع الامان او سبقوا بشرطة جوه استلاك البنزين الموتسيكل اوفر ايه؟ الموتسيكل اوفر من اسكوتر؟ طبعا حتى التحكم في السرعة ده دليل يعني ساميل لتوفير الوقود التحكم في الموتسيكل احسن لان السكوتر تزويد انت بتزود تسحب بنزين بتمشي على اي سرعة بتسحب بنزين لكن الموتسيكل انت تقدر تتحكم في السرعة بتاعته وفي استلاك الوقود بسبب النقلات والغيارات يبعا عندي السرعة واستلاك البنزين هتقول لي طب ايهما قطع العمرا؟ اقول لك طول العمر ده بعدك مالهاش دعو بالمقاربة الخاصة طول العمر حسب الاستخدام انت ما بتعرفش تسوق او لسه بتتعلم او بتمشي بتطاقش في الناس او بتمشي بتطاقش في الحطار سواء لك بموتسيكل او سكوتر هيتهلك منك بسرعة طب انت بتنشي يعني مثلا ما بتتبعش الكلام المصنع في الكاتالوج بتاعه ايا ان كان موتسيكل او سكوتر ياباني او صيني هيتهلك منك بسرعة ليه؟ عشان انت مش متابع ارشادات السواء او القيادة الامنة فموضوع عمر المركبة سواء عرمية او طيارة متسيكل او سكوتر ده حسب استخدام السائق نفسك حسب الحمولة حسب غير الزيت استخدام الوقود الصنة الدولية كل ده يتحكم في طول او قصر عمر المركبة التركبة هتقول لي بس الاسكوتر شكله هقولك انا معلش انا اسف الاسكوتر ده اعتبره بتاع البنات شوية او مثلا واحد هيجيب اسكوتر لطالب مش هيتشتجل ده واحد طالب وهيمشي بيه يدوب دلع كده او عنده عربية والاسكوتر ده هيدقله من مكان لمكان وبرضه نفس الموضوع هيجيب اسكوتر ده هيكون مترايج شويتين مترايج شويتين ليه اولا باستهلاك الوقود الصيانة الدولية اللي لازم هيعملها عشان يضمن ان قطع البار الاصلية بتاعت الاسكوتر تعيش معه الاماكن الصيانة مراكز الصيانة اللي انت هتصيب في مراكز الصيانة لان اغلب الميكانيكية يعني مش عايز اقول تسعة وسائل في المية منهم صيدي بس فمش هيشتغلك فيه ولو اشتغل هيبوز فانصرح لله هتشتغل في التوكيل بس طبعا التوكيل معروف اي توكيل في العالم ابو عشرة بيعمله بمية تقريبا في اي سرعة فدي كانت مقارنة سريعة كده ما بين الموتسيكل والاسكوتر من اللي يكسب فيهم انا من واجهة نظري الموتسيكل بية في المية ايا كان نوع الموتسيكل الموتسيكل زي ما قلنا اهم حاجة عندنا الزبون او العميل العميل توفر قطع الديار رخص قطع الديار سيامه في اي مكان توفير في البنزين انت بتتحكم فيه في السرعة من خلال النقلات كل حاجة في الموتسيكل منتزم حتى في الشغل ممكن تشيل وراءك اثنين وثلاثة واربعة خط شنطة لكن السكوتر السكوتر هو مستو حاجة واحدة في موضوع الشيل والكلام ده ان تحت الكرسي مساحة فارغة انت ممكن تحط فيه حاجة طبعا تمكي الموتسيكل في تنكات كبيرة غير السكوتر فارس السكوتر ممكن البنزين بتاعه ما يكشش تمانين نهائي من تسعين لكن في عدنا موتسيكلات اللي هو الصيني تمشي كلها تمانين لكن احنا بيه فضل التسعين فاني كانت مقارمة سريعة وجميلة وعملية وهدسية ما بين السكوتر والموتسيكل ايه اللي يكسب الموتسيكل مية في المية لكن انت حضر في النهاية عايز تجيب السكوتر لازم يكون عندك امكانيات بس سكتر السلام عليكم ورحمة الله ترجم الضر نهاية احنا 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 ترجم الضر ترجمة نانسي قنقر